موسيقى موسيقى ما بين الزمنية والأبدية أهلا أحباء المشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح في ناس عايشة لحياتها في هذا الزمن وفي ناس عايشة حياتها للأبدية وأنت أي نوع من هؤلاء الناس هذا بيستحضرني كلمات الرب لموسى في سفر التثنية قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيى أنت ونسلك من بعدك ما أنت تفعله في هذا الزمن يحدد مصيرك وأبديتك أيضا فالإنسان هو إنسان ترابي الإنسان يعيش 80, 90, 100, 120 سنة وهذا الجسد يفنى من التراب وإلى التراب يعود ولكن الأبدية موضوع آخر موضوع تاني والشيء الغريب أنه كتير من الناس بتستثمر في حياتها أو لحياتها سواء في البنوك أو في أولادها أو في مستقبلها وكأننا عائشون إلى الأبد ولكنها لا تستثمر في الأبدية لو أنت أحد هؤلاء الأشخاص أنا بشجعك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة ما بين الزمنية والأبدية ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما بين الزمنية والأبدية يا سرنا أن أستضيف إلى ستوديو نور لجميع الأمم في برنامج ليكن نور ضيف حلقتنا هو من أهل البيت القص جورج سابة راعي كنيسة حق الإنجيل في الفنار بيروت لبنان وهو أيضاً خادم للإنجيل متجول في معظم أنحاء العالم أستراليا أوروبا أمريكا وإحنا منرحب فيك في هذا الستوديو أهلاً وسهلاً أسيس جورج شكراً أسيس نزار أنا بفرح كتير لما أجي على الستوديو بشوف عمل المسيح المنتشر في كل بقاع وثقاء على الأرض يعني عندك أنت كنيسة اسمها حق الإنجيل وطبعاً عادة عن ذلك عندك خدمة اجتماعية تهتم بالإحتياجات واللاجئين وعندك مستشفى مستوصف اللي اسمه النعمة الشافية النعمة الشافية شو بدك أحلى من هيك أسامي حق الإنجيل والنعمة الشافية أهلاً وسهلاً أسيس جورج شكراً اسمه حلقة ألام الزمان الحاضر قبل أن نصل إلى المجد توجد هذه الحلقة وأقولها بحصر اللفظ حتمية الألام في حياة البشرية جمعها دون استثناء لا يمكن لأي امرئ أن يرفع البنان ويقول أنا بدون ألم فهناك ألام متعددة سنأتي على ذكرى في سياق موضوعنا بين الألام الزمنية والأبدية فالألام الزمنية شق يتناول ألام كل إنسان كما قلت بدون استثناء وهي متعددة في الجوانب ومختلفة الفروعة بدليل أن في الحياة تناقضات كثيرة وتفاقمات كثيرة وتفاعلات مختلفة تعبر عبر حياة الإنسان على الأرض لكن الأبدية لها جوهرها ولها بعدها ولها أفاقها التي لا تنتج أبدية يعني لا نهاية لها نعم وكما قلت السيس نزار إن حياة الإنسان قصيرة كما يقول رجل الله موسى أيام سنيننا سبعون مع القوة مع الدفش ثمانون أفخرها يعني الإسانس تبعا الزروة تعب وبالية تعب وبالية بصيبة نعم تقرد سريعا فنطير زي كلام يعقوب أيضا في العهد القديم نعم كثيرة ولكن قليلة وردية وردية مصور موسى نفسه في نفس المزمور يقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا علمنا فنؤتى قلب حكمة قلب حكمة الثامن الثامن والعدد الثامن عشر فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فإننا نعلم أن كل الخليقة تأن وتتمخد لاحظ السيس على هالكلمة في غاية الأهمية فإن هون بيقول فإن نعلم أن كل الخليقة تأن وتتمخد معا إلى الآن وليس هذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا أن في أنفسنا متوقعين التبني في داء السادنا لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو لسنا ما لسنا ما لسنا ننظره فإن توقعه بالصبر وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجل كما ينبغي ولكن الروح يشفع فينا بأن نات لا ينطق بها أمين نعم أمين فحلقة الألام أنا أقول إن حتمية الألام بدليل أن حتمية أنت بتقول يعني شيء أكيد وأنه لازم يحفظ 100% 100% لأن ما في إنسان مش متعلق بغض النظر شو نوع الألام بغض النظر شو نوع الألام صحيح لأن هناك ألام متعددة وفروع متعددة للألام نتيجتها أو أساسها الخطي ألام الإنسان معظمها هي الفساد والخطي معا لأن الخطي هي مجلب للفساد فالإنسان بكيانه فاسد قل تصورات قلب الإنسان إنما هي شريرة في كل يوم من أجل ذلك عندما في سفر البدايات أوجد الله آدم قال له بعرق جبينك تأكل خبزك والأرض تنبط لك شوكا وحسكا فهذه ألام حتمية تتناول البشرية جمعاء كل الخليقة تأن تأن فهناك ونحن نعيش في العصر الألفية الثالثة عصر الميديا عصر الإختراعات لإنسان غزى الفضاء الخارجي عصر التكنولوجيا عصر سباق التسلح بين المعسكر اليميني والمعسكر الشرقي والعالم يضج وكأن بالعالم السيس نزار يعيش على فوهة بركان لا تعلم متى سينفجر لكن سينفجر العالم حتما والدليل الكتابي على ذلك قال ستنحل العناصر محترقة تذوب وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها أي الاختراعات التي أوجدها الإنسان وكلمة العناصر في اللغة الأصلية الذرة بأي معهد التعلم بطرس بهارفرد ولا بالصربون صيات سمك لكن هذا روح الله أعلن له فالأسلحة البيولوجية والهيدروجينية والذرية والصواريخ عبر القارات التي ستدمر يعني هلأ من بعاني القنبل الذرية التي ألقيت على هيروشيما فالعالم يأن فهناك أزمات اقتصادية وأزمات نفسية وأزمات روحية وأزمات عائلية وأزمات كنسية وأزمات من كل لون ومن كل حب وصوب فهذه الألام كيف سنعالجها وكيف سنخرج منها لكن هناك ألام للبركة وهناك ألام تدمر الإنسان وتقضي عليه جملة وتفصيلة وهي الألام التي من أجلها أتى الرب يسوع المسيح له كل الأمجاد من سماء المجد ومن حضن الإلوهة إلى عالم الإنسانية يلقبه أشعياء وهذا حق وحقيقة رجل أوجاع مختبر الحزن مختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا فالمسيح حمل ألام البشرية جمعاء في جسده على عوض الصليب والأمر الرئيسي الذي جاء لأجله لكي ينزع شوكة الموت والخطية من خاصرة الإنسانية التي سقط فيها آدم بعصيانه على الله جاء المسيح مرجع الحقوق ليرد الاعتبار للإنسانية وليرد المجد للآب السماوي تبارك اسمه دع 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 اید 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 جان اید صويب يسوع بين الصيم وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين كمان أنت بتتكلم مش بس كراعي وكخادم للكلمة ولكن من اختبار شفت كل أنواع الألام حواليك الناس اللي بتنزح والناس اللي بتترك بلادها والناس اللي بتتألم والناس اللي فقدت أحبائها والناس المختطة في كل أنواع الناس بحكم المنطقة اللي بتخدم فيها ولكن في شيء خاص عزيز عليك أنت أنت نفسك اختبرت الحزن واختبرت الألم ولسيما فقدت زوجتك وفقدت ابنك ابنك شاب نعم اتفضل أنا مش عاوز أتكلم عنك أنت احكي لنا نعم وكيف اتغلبت على هذا الموضوع يمكن بساعد ناس لعم بشاهدونا صحيح وأنا في خدم الخدمة ومعركة الحياة ومواجهة الصعوبات والألام لا يوجد ألم يقض مضجع الإنسان سوى الموت والفراق نحن نؤمن بالقيامة ونؤمن بالرجاء المبارك بربنا يسوع المسيح الذي داس الموت ودان الخطية بالجسد لكي يتم حكم النموس فينا فعندما غادرت زوجتي العزيزة وانتقلت إلى الأمجاد السماوية أنا ما بحب بقول كلمة مات انتقلت إلى الأمجاد السماوية بعد خدمة ما يقارب 37-38 سنة كانت اليد اليمنى والعاملة ليلا ونهارا في خدمة الإنجيل وكانت معي في كل أطوار الحياة وألامها وصعوباتها وأيضا لا أغالق أنت كنت أقول وشذف العيش لكن الرب كان معنا وكانت السماء في قلوبنا وقلوبنا في السماء السبب لأن يسحي فينا ونحن نعيش الرجاء المبارك فتركت فراغ رهيب جدا لكن من الوجهة الأخرى كان لي سرور وفرح إنها في الأحضان السماوية تتمتع بالأمجاد الإلهية التي لا تنقطع وهي في الفردوز منتظرة أن يعبر المسيح إلى الذين راقدوا على رجاء القيامة المجيدة كما يقول رسول أمم بولوس نحن لا نسبك الراقدين لكن نتغير في طرفة عين عند البوخ الأخير فيقام الأموال عدمي الفساد ونحن الأحياء نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح لكن الكأس المر والحنزل الذي تجرعته بألم بإمكاني أن أقول مر المرار هو فقدان ابن الوحيد أنا عندي ثلاث بنات جولي وجيسي وجريس جوناثان الرب أعطني إياه اسمه يوناثان عطية الله فقدته في ريعان الصبع وشرخ الشباب أعتذر كان مصاب أليم وهذا المصاب الجلل كان قفزة نوعية عندما لم أستسلم له ولم أخنع ولم أركع أمام هذا المصاب لكن وجهته بإيمان ربنا يسوع المسيح رئيس الإيمان ومكمله ورب القيامة وإله الحياة والرجاء الذي ينضح في كياني هكذا وجهت هذا الألم بالرجاء المبارك أن يوم من الأيام سأقابل يوناثان على سحاب المجد وسأراه في أحضان الألوها وجهاً لوجه فأنا أخ نزار كنت معه ستة أشهر في المكسيك وسخنت في الكوفيد المرض وقربت الموت ولم يتركني لحظة جاء بخمسة أطباء أخصائيين كل واحد منهم بروفيسور إلى البيت كنت أعالج في البيت ولم يرضى أن أذهب إلى المستشفى وكان معي ستة أشهر لم يخرج من البيت كنا نصلي نرنم وطلب الرب من جديد هو كان طالب الرب لكن بتعرف بعمر الورود جاء إلى أمريكا كان عمره سبتعشر سنة وعندما انتقل كان عمره تسعة وثلاثين سنة فهذا الذي يعزيني أن ابني الحبيب تألم وحملت هذا الكأس وشربته حتى الثمالة لكن كانت تعزيات الروح القدس وأمانة الرب وصلوات القدسين الأفاضل في كل أقطار العالم الذين يعرفونني رفعوني بالصلاة وبالمشاركة معي في هذا الحزن المطبق وأنا أشكرهم على هذه الشاشة الكريمة لكل من وقف بجانبي وصل من أجلي فبهذه التشفعات أنا أقف اليوم وأعز من جديد آمين آمين ربنا يباركك يا أسيس ربنا يعزيك الأمر مش سهل صعب جدا ولكن الآية اللي اقتبستها فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا والرب يسوع قال لكي يكون فرحكم كاملا ولا يقدر أن ينزع أحد فرحكم وَلَا تَحْزَنُكَ الْبَاقِينَ لَذِينَ لَا رَجَاءَ لَهُمْ فأحنا عنا رجاء آمين وإحنا رح نشوفه ونتعرف عليه كمان آمين آمين بالسماء فالرب يشددك والأيام الجاي طبعا إحنا منقول للناس أن العمر قصير الزمن هذا قصير جدا صحيح ما أحد بيعرف النهاية مشان هيك الوحد لازم يكون مستعد تفضل أسيس أنا أقول أن الحياة موت مؤجل لكن الألام لابد منها فهناك تعرف أسيس أنه أكثر شيوعا في العالم هو الدواء للأعصاب العقاقية كل العالم عندهم أزمات نفسية وعصابية نعم والسبب أن هذه الألام التي تتناول حياة الإنسان صعبة ومضنية السبب السبب لا ينتصر الإنسان على هذا الألام لأن ليس عنده رجاء وهو بعيد كل البعد عن الرب لكن عندما نقترب من الألام لا تذهب الألام تبقى لكن الرب يعطينا نعم وقوة وتعزية بالروح القدس أخي المشاهد لكي نستطيع أن نتحمل هذه الألام وعلى سبيل المثال للحصر إن كنا نتناول ألام أيوب السيسنزان نعم هل يعقل أن عشر نعوش تخرج من داره من بيته جناز كبير عشرة أنا ابن واحد لا أتمالك نفسي من الحزن لكن تعزيات الروح القدس عندما يلم بنا الألم قال تعزياتك تلزز نفسي وقال أيوب نبي البلاية تعب كلها الحياة كلها الخليقة كلها تأن مش تأن وتتمخض يعني الحبلة تتمخض وتلت بالأوجاع والألام هكذا العالم يتمخض بالألام من توفر كل الكماليات للإنسان يعني ما كان في سيارة ما كان في كومبيوتر ما كان في أدوات كهربائية ما كان في أمور كثيرة لكن نحن كل الأمور متوفرة علاوة على ذلك الآلام تقض مطجع الإنسانية بدون استثناء والأصعب كمان المصيبة الأكبر زوجته لأيوب صح يعني كانت بلوة أكتر أنه عم بتقول له سب الرب وموت يعني شو يعني فهون كان تمسكه في الرب هذا الألام اللي عم بعاني منه بصارع وعم بحاول يفهم وعم بيتساءل ولكن لم ينكر الرب لأنك تتكلمين كأحدى الجاهلات نعم وهنا نرى أخلاقيات آدم لم يقل لها إنك جاهلة لكن كأحدى الجاهلات أيوب كأحدى الجاهلات شرائع لأن الإنسان هو نسيج أخلاقي نعم أدبي فهناك أنواع من الألام فضل حدثنا أكتر عن هذه الأنواع ألام نفسية نعم بيقول الكتاب بمزمور 103 بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يشفي كل أمراضك جميع أمراضك ففي أمراض نفسية يقول المسيح نفسي حزينة حتى الموت هاي أمراض نفسية في أمراض روحية يقول عنها بولوس لي وجع وحزم في قلبي لا ينقطع شوفها الألم لأجل أنسبائي حسب الجسد كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل أنسبائي حسب الجسد يعني أنا لو حرمت من المسيح بس أنسبائي يخلصوا ويتجددوا هل أد الخلاص مهم أخي المشاهد أرجوك وأحثك بأحشاء المسيح ومحبته ونعمته أن تأتي إليه مزرعا ولا تقامر في حياتك ومصيرك الأبدي لأن الرب هو إله التعزية وإله الرجاء وإله كل نعمة آمين آمين ورح نواصل حديثنا قسيس جورج بحب أعطي فرصة للمشاهدين يمكن أنت عم بتمر في نفس الآلام آلام المرض آلام الفقدان آلام الأوجاع آلام كل أنواع مثل ما سمعنا فيه جسدية نفسية وروحية آلام في الأسرة تفكك الأسرة آلام التوقعات كان عندك توقعات أن يكون عندك ولاد وبنات مؤمنين يكونوا في الإيمان أنوا عم بتتوجع من أجلهم نعم حتى يحصلوا على نعمة الخلاص اليوم فيك ترفع عينيك للرب يسوع بحب الآية المكتوب يقول الكتاب في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم رب نزل سمع الأنين سمع الشراخ العبرانيين في أرض مصر نزل لينقذهم الرب بيسمع الرب بيشوف والرب مش تركك يمكن عاوز يعطيك نعمة مش شايف المعجز اليوم مش شايف الخلاص مش حاسس في فداء يعني إشي يرفعك ولكن اتأكد أنه الرب موجود وبيعطيك نعمة ومنسوب نعمة أعظم من اللي أنت بتتوقعه حتى تتحمل ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 ما بين الزمنية والأبدية أهلاً أحبائنا المشاهدين استكمل حديثنا مع القصة جورج سابة رأي كنيسة حق الإنجيل في الفنار وعن بكلمنا من اختباره كمان عن هذا الموضوع الهامل بهمك وبهم كل واحد منها أنت تكلمت عن الألام تكلمت أنه الألام حتمية أنه كل واحد لابد أن يشرب هذا الكأس حتى الثمالة البعض منهم وذكرت عن بعض نوعيات الألام بشكل سريع وطبعاً يعني الله مش بس بيتركنا بالألام كأنعيش في الألام كأنه بيتلزز أن يشوفنا متألمين وهاي رأي البعض أو نظرية البعض الرافضين لالله بسبب عدم استجابة الصلاة فإيش ردك على هاي النوعية من الناس هاي النوعية من الناس هم يجهلون الحقيقة التي هي في مركزية الحياة الإمام بالرب والعلاقة مع الرب وهم الذين يبتعدون بجهلهم عن الحقيقة التي هي أساس في مواجهة الألام عنيت بذلك الإمان بالرب والرجوع إلى الرب إن رجعت إلى القدير تبنا ارجعوا يا بني آدم فالله يقدم الدعوة للإنسان لكي ينزع كل ألم وقنوط ويأز وكل حزن من كيان الإنسان بنعمته المتوفرة والمقدمة لكل فرد من البشرية فالابتعاد عن الرب يزيدنا ألما ابتعاد عن الرب يزيدنا قلقا لإبتعاد عن الرب يزيدنا عراقا يعني ما بيقدر ينموحا بيخاف إذا أي مرض بيقول يمكن إيجاني كانسر يمكن عندي مرض خبيث أي انفجار ستروك بجسد الإنسان يعني بيصير الإنسان في أحباط كامل ففي خوف من المجهور مثل ما قلت بالمقدمة في خوف من الأمراض في خوف من الحروب في خوف من الاقتصاد كيف بدوا يعيش الإنسان خوف من الموت خوف من الموت خوف الناس تنزل على القبر يا خوف من الدينونة يه الكل الخليئة تأن وتتمخد لكن نحن نستطيع أن نتحدى الموت ونتحدى المرض ونتحدى كل ألم في الزمان الحاضر بيقول لك ألام الزمان يعني قصيرة لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا ويسوع بيقول أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لك المجد يا رب نعم خلينا أوجه السؤال بشكل مختلف أسيس جورج بعرف أخت فقدت شخص عزيز جدا على قلبها مرض وكان مجموعة كبيرة من الناس عم بتصلي من آجل هذا الشخص وبعدين اتفقد هذه الأخت هي كانت مؤمنة لا تريد أن تتعزى وترفض المقابلات وكان يعني كل يعني يأسها وإحباطها طيب ليه الرب أخذ ليه هذا الشخص ليه الرب ما سمع صلاتي هل هذا الشخص مؤمن أم غير مؤمن المفروض مؤمن مؤمن الرب سمع الصلاة قال له حفظ الدموع في زقك يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر بس هي مش متقبلة إنه الرب أخده مش متقبلة إنه الرب أخده نحن نجهل أمور كثيرة لا نعلمها في الآنية في الزمان الحاضر لكن سنفهمها فيما بعد لكن إرادة الله حتى في الموت هي اللي صلحنا هو لخيرنا سنفهمها يعني على سبيل المثال حزاقية الرب مد بعمره خمسة عشر سنة نعم ومات حزاقية رجع لكن هذه الخمسة عشر سنة ما كان فيها في مسلك يشرف الأعطاهم سؤلهم للشعب في العهد القديم وأرسل لهم هزالم في أنفسهم فأنا أوجه كلمتي إلى أختي العزيزة إن الرب إله التعزية وإله النعمة وإن كان شقيقك هو أخا مؤمنا في الرب هنيئا له بسلامة الوصول إلى أحضان المسيح فأنا أطرح عليك السؤال أيما أفضل أن يكون في وادي الدموع والبكاء والأنين والمعاناة والأسى أم أن يكون في أحضان المجد الأبدي ما لم ترعين ما لم تسمع به إذن ما لم يخطر على بالإنسان ما أعده الله للذين يحبونه أعلنه لنا بروحه إخت العزيزة بدي أقول لك شي عمل الشيطان هو أمر واحد أن يضرب الإيمان بوترو السمعان هو دا الشيطان طلبكم لكي يغربي لكم كالحنطة لكن أنا صليت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك تمسك بالرجاء تمسك بالقيام تمسك بكلمة الله وتمسك بالعلاقة مع الرب إن أتيتي إلى أحضان المسيح وعلاقتك بالرب متينة فأنا أؤكد المؤكد إنك ستكونين بتعزية لا ينطق بها ومجيدة وأنت سترى ستري أخاكي يوم من الأيام وأنا سأرى والأسيس نزار سيرى ونرى الذين سبقون جميعا في سماء الخلود وسنكون معهم إلى أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين 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 ألس هذه حقيقة؟ حقيقة وحتمية لا طبعا أنا بصلي من كل قلبي إنه الرب ولسيما في هذه الأيام كتير ناس فقدت أحبائها في سوريا في التركيا بسبب الزلاجل وبسبب الأوب يعني أمور كثيرة عم تحدث في هذه الأيام وعد عن ألام الاضطهاد يعني المسيح تكلم عن ألم الاضطهاد صح في العالم سيكون لكم ضيق نعم لكن تقول أنا غلبت العالم كل من يريد أن يعيش بالتقوى في المسيح يسوع يضطهد يعني هذا حتمية أنا أقول أسيس نزار أن الألم هو مصنع الرجال مدرسة والذين يعيشون ويكونون عظماء على صفحات التاريخ والوحي المقدس رجال عظماء هم نموا في تربة الألم نعم نعم ورسول بولوس بيشجع المؤمنين وبيشجعنا لذلك لا نفشل فإن كان إنساننا الخارجي يفنى هاللويا فالداخل يتجدد يوما يوما فإن خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية وأما الأمور التي لا ترى فأبدية أحب الآية عن موسى بالإيمان موسى أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجزاء بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى فمرات الألم بيخدنا في رحلة أنك تشوف العين الإلهية مش في الزمن آه ويشوف المجد والسؤال اللي بيطرح نفسه أسيس نظار كتير رائعا الآية اللي حكيتها رب يباركك اللي بدي أقوله إذا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر كيف مجد المسيح لليوم بعد هن بيكتشفوا خزائن مصر كيف مجد المسيح أمين شيء لا لا يحده عقل ولا ثقافة ولا فكر ولا أدب ولا كل بطون الأصفار والكتب ولا جهابزة الفكر وفلاسفة العلم على الإطلاق ما لم ترى عين ما لم تسمع به إذن ما لم يخطر على بالإنسان ما أعده الله للذين يحبونه أنا بدي إلا أخيل المشاهد طلع لبرة هلأ طلع من الشباك وين قاعد وطلع بالسماء هالتريات اللي حضط لك يا رب النجوم والكواكب والمجرات السماوية الفضائية التي تعد بالسنين الضوئية لك المجد يا رب كل يوم في نور كل يوم في شمس كل يوم في أكسجين يا سلام نعم لك يا خي به نحيا به نتحرك به نوجد هيد التعزية هيد الأبدية بدون جسدي أرى الله أراه أنا لنفسي وليس آخر شوف مع ليش إذا أعطيت هالإضاحة فضل أساف بـ 73 الحسد الأشرار ليش لأن جحزت عيونهم من الشحط جاوزوا تصورات القلب عندهم طمع والطامعين لا يدخلون ملكوت الله جاوزوا تصورات القلب يعني كيف ويزدادون ثروة ومبسوطين ومرتحين وأنا لمعطر قاعد وكل هالأمور بعيدة عني حسد المتكبرين شوف شو بيقول الكتاب قال لما قصدته معرفة ذلك يا أسيس نزار حتى دخلته مقادس الله شو يعني يعني كان خارج المقادس خارج المقادس سنعيش في ألام خارج المقادس سنعيش في يأس وحزن وأي أمر سيقض مجعنا لكن في قدس الأقداس قال حقا زكيت قلبي باطلا وكنت مصابا اليوم كله كان مريض يتلوى يمنة ويسرة من الألم ليه لأن حسد الناس لكن لما اندخل مقادس الله قال صرت كبهي من عندك برأيك أنا بحبها لقية كتير تهديني صار بده قيادة إلهية وبعد إلى مجد هاللويا تأخذني أنا أؤمن أني سأرى جمال زوجتي وأرى ابني جوناثن وأرى كل القدسين الأفاضل الذين سبقونا إلى المجد الأبدي سنتمتع برؤية يسوع ملك الحياة رب الحياة معطي الحياة إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين وأقول مع دبورة دوسي نفسي بعز هاللويا وكما قال المرنم واحدة سألت من الرب يا سلام وإليها التمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام ربط الزمانية بالأبدية الرب رعاية فلا يعوزني شيء بمراع خضر يربدني وإخر شيء إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام قارن بين الزمانية والأبدية والآية اللي قلت أسيس كتير مهمة إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس المجد العتيد والآية الثانية اللي تفضلت وحكيتها خفت ضيقتنا الوقتية فالألام وقتية بس المجد أبدي هيدا الأبدية فماذا تختار تختار الزمانية والأبدية بالزمانية فيه ألام بس تعرف شو الفرق إنه يسوع معك ومعي ومع كل مؤمن كل الأيام هيدا الزمانية وإلى انقضاء الدهر وبعدين وإلى المجد يأخذنا أسيس إحنا حكينا عن حتمية الألام ونوعيات الألام في هاي المرحلة الأخيرة إذا ممكن نتكلم عن بركات إيه البركات اللي بنجنيها كمؤمنين من خلال الألم يعني أنا أنت ذكرت واحد إنه هي مصنع الرجال آه يا أنا بأخذ أي من أسيس يا خي القعد معك مشوقة حبيبي صدقني أمام الله بدون أي إطراء القعد معك يعني تفتح أمامنا أفاق رائعة يعني أنا حكي بفضائيات كتيري بس هون غير شي حبيبي الله يبركك يا أسيس في نمسة الروح القدس أنا رح نطع لك نصي يا ربي باركك فبولوس بيقول بهذا الصدد أو المدمار اللي أعرفه وقوة قيامته يا سلام وشركة ألامه الزمني أيوة متشبها متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات شو هالمستوى الروحي إلى قياس قامت ملء المسيح يعني موسى بقول في الزمني أمروا روحه ففرط بشفتين قال لهم أيها المردة أمن الزجر أجلب لكم ماء لكن شوف يسوع النعما سكبت على شفتين له المجد كشات تساق إلى الدبع وكنعجة سامتة أمام جزي وعندما لطمة من رئيس الكهني هذا ألام يعني الإله يلطم أمام جزي قال له إن كنت فعلت شيء رادي شوف أخلاقيات المسيح حبيبي إن كنا نريد يا أخ نظار أن نضع عنوانا لأخلاقيات الله ينبغي أن نضع يسوع المسيح ناظرين إلى رئيس الإنان وَمُكَمِّلِهِ لَكَ الْمَجْ شوف الرب بعد ألاف السنين يا أسيس نظار يلي قال له ما بدي بدي إدخل أرض ومنعه أرض كنعان نعم ظهر يسوع له المجد إله الخلود ومنبت القيامة ربنا يسوع على جبل التجلي وظهر معه مين موسى وإليا رب استجاب له الصلاة أكيد قال له تعال جاء به من عالم الاستخصاء هو وإليا موسى يرمز إلى الشريعة وإليا يرمز إلى رد الشعب إلى الشريعة واثنين طلبوا الموت لأنفسهم شوف قالوا تكلموا عن ألامه لك المجد يا رب ما أعظمك قبل المجد هو الألم قبل المجد هو الصليب لكن بعد الصليب القيامة كان ينبغي على يسوع أن يتألم ويدخل إلى مجده فموسى تألم بس موسى كان قائد عظيم لشعب عظيم صحيح كانوا قسات الرقبة لكن كان حليما أكثر من جميع الناس يا سلام قدير قدير رب عززه لموسى يعني شايف تجسد ما هو قال له أريني مجدك نعم قال له لا أحد يراني ويعيش في عرض الزمن وفي بطء الزمن يا أسيس نزار رأى الله بالبدل البشرية وعينه وجها لوجه وتكلم معه رأى مجده ولا لا رأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحقا لأن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر هاللويا الذي بجلدته شفيته معنا ثلاث دقائق أسيس إيه الرسالة اللي عاوز توصلها من خلال الألم نعم أو البركة هي البركة أنا بشكر الرب لأجل الألم لأن الألم أنا بعده إزمي لله الذي ينحد فينا لكي يشكل شخصياتنا الروحية لتكون على شبه جسد مجده مبارك اسم الرب لأن أحسننا كالعوسج وأعدلنا من سياج الشوق لكن فراضة المسيح كالتفاح بين شجر الوعر يا حبيبي الرب بده يعملك تفاح أنت تفاح حلا في المجد لكن تأثير تفاح لمن الرب يغير جسد تواضع بتصير مثله قال سنكون مثله لأننا سنراه كما هو كما تكثر ألام المسيح فينا تكثر تعزيات تعزيات الرب فينا يا مؤمن أنت مش معد للقبر وللموت أنت معد للمجد الأبدي إلى ملائكتي ينسب حماقة سماء ليست نقية في عينيه لكن للذاتي مع بني آدم وأنت بني آدم وأنا بني آدم أنا اختبرت الرب كان عمري 18 سنة أجمل حياة أسمى حياة أفضل حياة أقدس حياة أطهر حياة هي مع الرب يسوع المسيح بتأسف على شيء واحد وبندم أني يا ريت اختبرت الرب قبل 18 سنة بترجيك بإسم المسيح مهما كانت الألام الرب حملة عنك رح يعطيك نعمة هو معك حافظك لا ينعس ولا ينام هو معنا كل الأيام وإلى انخضاء الدهر مش معنا ومعنا لأسيس نزارك أمين أمين شكرا شكرا يا أسيس جورج وربنا يبارك كيف يبارك خدمتك ودايما تعال زورنا دايما السؤال الذي يطرح في كل العصور والأزمان لماذا يسمح الله بالألم أربع أسباب سريعة لكي يخز الشيطان لكي يمتحن الإيمان لكي يحرر الإنسان ولكي يتمجد بالإعلان دايما في بركة دايما في إعلان دايما في مجد بعد بعد أي ألم فبتناش نقول طوبة للرجل الذي يتألم لكن طوبة للرجل الذي يحتمل الألم ويحتمل التجربة فعلا الألم هو مصنع الرجال والنساء اللي بتتشدد عضلاتهم بصير عندهم النضوج الروح بيبتدي يشوفه بالعين الإلهية أنا بصلي من كل قلبي أنه رب يعزي كل شخص ويتلامس مع كل احتياج ويساعدك في هذه الظروف الصعبة ويشفيك من مرضك ويحررك من عبوديتك ويعطيك نعمة أنك تتحمل الأوجاع اللي عم بتمر فيها ويغمرك بحضوره ويحضنك بدرعيه الحنونتين وتتلامس مع شفاءه مع بلسم محبته لأنه يحبك وإذا فعلا تلامست مع الرب على فكرة دايما منحب نسمع منك منحب نشجعك ومنحب دايما ننتابع معك مرة تانية شكرا جزيلا أسيس جورج وأحبائي إلى اللقاء والرب يبارككم اشتركوا في القناة